أهلاً أحبائي في الختام يسوع هو المسيح هذا لقب يسوع المسيح اسم مع لقب وهذا اللقب مثل ما ذكرت بيحمل أنه المخلص أنه حمل الله للفداء أنه ابن الله للخلاص ملك إسرائيل ابن داود قدوس الله تم فيه نبوات العهد القديم وهو المسيح الممسوح مسحة إلهية من الله ولكن أحبائي برضو الرب يسوع حذر من الأنبياء الكذبة حذر من المعلمين الكذبة وحذر أيضاً من المسحاء الكذبة مسحاء الكذبة وطبعاً المسحاء الكذبة يعني الذين ينكرون المسيح ينكرون أن المسيح ابن الله ينكرون الآب مثل ما قال الرسول يحنى في الإصحاح الثاني ينكرون التجسد الإلهي ينكرون تجسد المسيح أنه أخذ جسد وطبعاً إنكار اللهوت بكل معنى الكلمة فإذاً المسيحاني يعني يسوع أو بما إنه المسيح أثبت لهوته من خلال قيامته من بين الأموات كل غرض المسيح هو لتتميم مشيئة الرب يتمم مشيئته كل غرض المسيح اللقب المسيح لكي يكون الفادي والمخلص مخلص هو المسيح الرب أحبائي في الختام أحب أقتبس الآية من إنجيل يحنى التي تقول وكل من الرسول يحنى وكل من اعترف أن يسوع هو المسيح فقد ولد من الله ولد ولادة ثانية ولادة روحية ولادة من فوق وهذا كل عمل إلهي وأختتم الآية من بشارة يحنى في الإنجيل المقدس الآية التي تقول وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم إذا آمنتم حيا باسمه ويوم للأيام كما يقول الكتاب المقدس في سفر رؤية قد صارت ممالك العالم للرب ومسيحه واليوم أنا بدعوك اليوم أنك تسلم حياتك للمسيح تعترف فيه مش مجرد تكون مسيحي اسمي أو أي شخص غير مسيحي مجرد بتسمع عن يسوع اعترافك بيسوع فهذا يقودك إلى الولادة الروحية والإيمان أنه هو المسيح يعني الملك والمخلص هذا يعطيك غفران الخطايا والحياء الأبدية وعندما تتوجه ربا وملكا على الحياة فهو يصبح مسيحا لك وربا ومخلصا لحياتك بيعطيك الغفران والحياة الأبدية وضمان الحياة الأبدية واسمك بيكون مكتوب في سفر الحياة اختبر يسوع المسيح المخلص ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر